اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان واطف لو اول مرة تشوفي قناتي ومدمة بالاكل الصحي اللذيذة وعجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك بالقناة عشان يوصلك كل اشعاراتي الجديدة الجمال اللي احنا شايفينه ده فطيرة الزعتر بطريقة صحية وتناسب الضيط مشبعة ولذيذة كمان هتعجبولادكم ان شاء الله تعلموا بعدنا نشوف الطريقة والمكونين معايا كوباية ونص من دقيق الشوفين على دقيق الاصمر يعني خليط ما بين دقيق الشوفين ودقيق الاصمر هضيف عليهم معلقة صغيرة من بيكينبودر وبيضة ومية جرام من الابن القريش المفاجأة كمان ان الفطيرة دي من غير لذيت ولا سمنة ولا زب والعجينة بتبقى متمسكة بالشكل ده مش بتلزق في اليد يعني العجينة زي ما احنا شايفين كده بتبقى متمسكة تقدروا بقى تقسموا المية وخمسين جرام ما بين دقيق الشوفين ودقيق الاصمر او دقيق الاصمر بس او الشوفين بس بعد كده هجيب صنيا من صواني البيتزا وهدهانها بالزيت كويس جدا وهبتزي ان انا افرد فيها العجينة بصول عجينة زي ما قلتلكم كده بتبقى العينة بعدين هعمل فيها سكوب كده بالشوكة الحشوة بقى اللي تحبوها انا اخترت حشوة الجبن انا بحب قوي الجبنة الحلوم والادي كمان بيحبوها فضربتها كده في الخلاطية بتبقى جاية صوابع ضربتها كده ضربة في محضرة الطعام لحد لما بقيت بالشكل ده وحطتها تقدروا بقى تحطوا ميكس جبن رشيت بعد كده رشوا من الزعتر ودخلتها الفرن ادي رشيت الزعتر دخلتها الفرن انتو بعايزين تحطوا اي حشوة عايزين تحطوا حشوة البيتزا فراخ تونة اي حاجة بتحبيها دخلتها الفرن على حرارة 180 ما بتاخدش وقت يعني بالكتير قوي ربع ساعة وبتكون جاهزة بالشكل الجميل ده ده اللي بتارت عندي انا سويت فيه بيتفتح من الاسفل بس يعني شايفين سهلة زي بسيطة ولذيزة ورفيعة قوي وطرية وجميلة ما تنسوش تضيفه معلقة البيكين بودر معلقة صغيرة علشان تتوي كويس وتبقى هشة وطرية في نفس الوقت طعمها رائع جربوها كده بالحشوة بتاعة الجبنة الحلوم وافطروا بمثلث منها مشبع ولذيذ في الضايت وكمان ممكن تدوها للولايات وهم رايحين المدرسة هتعجبوهم بإذن الله أحلى من البيتزا موصوبات جميل عافوني بالتعليقات بتحبوا فيديوهات يتوصلكو الصبح ولا بالليل يعني ايه أفضل وقت بتحبوا تتفرجوا عليها فيه هحطولكو كمان بقى في صندوق الوصف كل وصفات البيتزا والفطير والمعجنات الصحية اللي عملتها معاك قبل كده وفي آخر الفيديو بتظهر فيديوهات مقترحة شوفوها برضو جميلة هتعجبكم جدا تابعوني على صفحتها على الفيسبوك بنفس اسم القناة وبعتولي عليها صورة اطبيقاتكم وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو بس تنة تعليقاتكم الجميلة والكيكة دي إن شاء الله كيكة القهوة هتكون الفيديو القادم أشوفكم على خير إن شاء الله فيديوهات جديدة قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة